والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرات سيدات وستاذة رجال ونساء الصحافة نبدأ كمجرة العادة بتقديمي أو بتلاوتي البلاغ الصحفي إنعقد يومه الخميس 23 شوال 1445 الموافق لجوجمي 2024 مجلس للحكومة برئسة السيد عزيز أخ النوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوصي القانونية وفي بداية أشغال هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة وصدقة على مشروع القانون رقم 2224 بتغيير وتتميم القانون رقم 4718 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المطارة قدمه السيد محسين جازولي الوزير المنتدف لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم سياسات العمومية وإن درج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018 ادعى جلالته وحفظه الله من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكنها من الصلاحيات اللازمة للقيام بذورها وقد مكن الإصلاح الذي شاهدته المراكز الجهوية للاستثمار بعد صدور القانون رقم 47-18 والمرسوم المتخذ لتطبيقه من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على السعيد الطراب حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الاستثمار واستقطابه وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة وفي تعزيز جاذبية مجالها الطراب ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022 حيث أكد جلالته على أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حامل المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الدكر رقم 47-18 ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار والطعون المقدمة من لدن المستثمرين ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير وتوسيع مراكز الجهوية للاستثمار وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 22-80 بشأن مباذئ وقواعد تنظيم إدارة الدولة وتحديد اختصاصاتها الذي قدمته السيدة غيتام زور الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضيته ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللا ممركز والسعي للانخراطي في مصاري التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللا ممركز ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانون ملائم وواضح لعملية تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة واجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء وكذا مع أحكام الدستور كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارة المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمتيلياتها اللامو مركزة وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم جوج 17-618 بمتابة ميتاق وطني لللا تمركز الإداري وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارة الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الطرابي وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم جوج 22-83 بتحديث شروط وكيفيات تعيين رؤوساء الأقسام ورؤوساء المصالح بإدارة الدولة فقد تم إرجاؤه لاجتماع لاحق لمجلسي الحكومة إذن كان هذا نص البلاغ مروا الاسئلة تصدر السلام عليكم تحياتي سيد الوزير هل نحن أمام ارتفاع الأسعار مجددا بعدما ألغت موريتانيا رسوم جمهوركية على الصدرات المغربية شكرا سيد الوزير بعد الإطار الاستثمار الجهوي نريد أن نعرف كيفية الحكومة سترفع النهوض بالجهة والجماعات المحلية وكيفية الجماعات المحلية تمكن أن تأخذ موارد بشرية ومالية لتحقق هذا النهوض علما أن العالم القاروي سيكون دون نهوض سيكون دونها الاجتماعية مرتبطة به شكرا 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 ومسألة قانون النقابات تتاهم جهات حكومية ومؤسسات منتخبة بأنها مستبرة في جرس صحفيين للمحاكم لإسكتهم هل تتعليق؟ السلام عليكم مريم الحمدوي موكي بلادنا 24 السنة الماضية الحكومة خصد دعم مالي لمستوردي الأغنام من أجل تخفيض الأسعار ومن أجل ضمانها بسوق رغم ذلك لاحظنا أن أسعار الأغنام كانت مرتفعة بحيث أن العديد من الأسر لم يستطعوا أنها تشريخة في العيد فهذه السنة أيضا الحكومة تخصص دعم مالي لمستوردي الأغنام فما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة من أجل عدم السقوط في نفس الأمر شكرا شكرا تحية طيبة سيد الوزير سؤالي على الحوار الاجتماعي ضمن المخرجات المحضر الاتفاق الذي تم توقيع عليه في هذا الأسبوع هذا هو الرفع من الأجور وتخفيض الطريبة على الدخل بما يمثله هذه المكتسبات الشغيلة من تحملات إضافية على خزينة الدولة كيف تخطط الحكومة لأن الوفاء بهذه الاتزامات وكيف تخطط التعبئات الموارد المالية الكافلة بذلك شكرا 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 على الأسئلة المطروحة إذا فهمت كانت سؤال قريبا ثلاثة الأسئلة حول موضوع الحوار الاجتماعي ثم هناك بعض الأسئلة المرتبطة بموضوع يعني بعض المواضع كميطاق الاستثمار فبخصوص الموضوع الحوار الاجتماعي بما أنه أخذ نصيب الأسد من مختلف الأسئلة التي طرحت بالفعل الحكومة وقعت على اتفاق مهم جدا مع النقابات هو اتفاق غير مسبوق بالنظر لقيمته المالية وإيضا هو غير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغاته السابقة إلى منطق جديد هذا المنطق الجديد كي يندرج في التوجهات جلالة الملك حفظه الله لأنه هذه الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي هي جولة تندرج في إطار البناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك ف خرجنا من المنطق السابق للاجتماع غادات فاتح مي تكلموا فيها تقنيا ثم نترك الأمور يعني إلى ملتق قادم في السنة الموالية إذن أول شيء قامت به الحكومة في إطار هذا المشروع الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي والمأسسة تعني ما تعنيه ولن كانت لقى كل 6 شهور مع النقابات لا نلتقي فقط لمناقشة القضايا التقنية ولكن لمناقشة الإصلاحات فمن يقول المقايضة لم يفهم المأسسة ما زال ما فهمش المأسسة لأنه الإصلاحات التي قمت بهذه الحكومة منذ أن نصبها جلالة الملك تقوم بالإصلاح مع النقابات ولكن لكل إصلاح الكلفة الكلفة هي أنه الرفع من يعني الإمكانيات التي نقدروا نوجها لهذه المورد البشرية لكي تواكب هذه هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها هذه الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل إصلاحها في بلادنا فقلت هذا المشروع الاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك نطلق أولا بالدولة الاجتماعية لفيها جوج العناوين الأساسية ما تحسوش بأنني أتكلم حول موضوع لا علاقة له لا رح نبقي في الدولة الاجتماعية في البناء المؤسسة ديلا بدنا بالدعم الاجتماعي للطبقات المعوزة قبل من التغطية الصحية ثم مشينا في مستوى ثالي نحو إقرار واحد لإمكانية مالية مهمة جدا لفائدة الطبقات المتوسطة والتي ما فتئتم تطرحون هذه الأسئلة داخل هذه القاعاء وطرحتم هذا السؤال هو بناء طالع بشكل متدرج بدنا أولا بالدولة الاجتماعية في الطبقات ديالها الناس اللي محتاجين التغطية الصحية أو متضامون تم إقرار تغطية صحية لجميع المواطنين المغاربة الذين كانوا يزاولون بعض المهام الغير الأجراء نتهينا من هذا الموضوع مرنا الموضوع الثاني هو إقرار تعويضات عائلية مباشرة للأشخاص الموجودين في وضعية هاشاشا أو للأطفال في وضع تم دروس أو غير تم دروس مع عائلات ديالهوم ثم ممشينا للمستوى الثالث الآن اللي فيه هذا الفضاء الجديد اللي هو الفضاء ديال الحوار الاجتماعي إذن المأساسة الحوار الاجتماعي كانت مكسبة مهمة جدا للجلوسي ومناقشة هذه القضايا مرة كل ستة أشهر معالجة بعض القضايا التي تهم بالهاشاش أنا تكلمت عليها الدعم الاجتماعي معالجة وضعيات شغيلة 4 فصيلة جوج مليون مستفيد من هذا الحوار الاجتماعي 1 فصيلة جوج في القطع العام و3 مليون في القطع الخاص عبر ياش عبر إقرار زيادة عامة في الأجور ألف درهم عبر الشطرين قسط الأول فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني فاتح يوليوز 2025 الزيادة العامة في سميغ و سميغ منذ أن تم تنصيب هذه الحكومة ستجد السميغ 20% و سميغ 25% السميغ الآن بلدنا في القارة الإفريقية سنجد مراتبة جد 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 متقدمة إلا ما خانتني جدا كريم كان الثاني على الصعيد الإفريقي مقارنة مع مجموعة من الدول هذا مجهود كبير قامت به هذه الحكومة ثم كين واللي هو مهم جدا هو تخفيض الضريب على الدخل واللي سيتهم جميع الشرائح كل واحد حسب الشريحة اللي راه هو موجود فيها فهذا سنرفعه من الهامج لإعفاء من 30 ألف درهم من 40 ألف درهم وغذي يقول لي 6 ألف درهم كأجر معفية من أي ضريبة بمعنى لا يؤدي أي ضريبة إذن طبقات الموجودة متدنية لا تؤدي أي ضريبة والطبقات اللي هي في واحد المستوى مرتفع طبعا تؤدي واحد الضريبة باش نضمنه واحد ما يمكنه أن نستلح عليه بالعادلة المجالية طبعا خلينا الهوامج المرتبطة بالتحملات العائلية خاصة الأجراء اللي عندهم أطفال حيث رفعنا من كلفة ديالتحمل العائلي من 360 درهم إلى 500 درهم بمعنى منك الرفع وهاد كلفة ديالتحمل تنعفوها هي الأخرى من هذه الضريبة على الدخل إذن هذه القضايا كلها هي مهمة جدا من الناحية المالية لكن هي أيضا مفيدة لإقرار إصلاحات مهمة أولا باش نجوب على واحد السؤال ديال أننا عنا وحد النسب ديال ديال الاطفاع ديال تكاليف الحياة والأجار والمغظفين تكون عندهم إمكانيات يقدر يوجه هذه الارتفاعات هذه وتانيا لأنه الدولة الاجتماعية لكي تكون دولة اجتماعية فقط تهتم بفئة دون أخرى يجب أن تكون هناك عدالة على مستوى تحسين الأجور وهذا كله إن شاء الله سيرجع على بلدنا بالخير خاصة في الطلب الداخلي الحوار الاجتماعي جاءت بعض العناوين لأنه عود لا نقلس مع النقابات لكي نتكلم عن الدخل وعلى الأجراء ونخلي القضايا الأخرى وهي مهمة والتي نعرف بأنها تحتاج إلى إصلاح عاجل وفي طالعتها تقاعد لا بد الحكومة أن تبشر هذه الإصلاحات الحكومة هي عند جوج الخيارات في موضوع التقاعد إما أن تبشر الإصلاح بشكل شجاع وبشكل مشترك مع النقابات ونوضع السيناريوهات الممكنة وبدأت بعض الملامح التي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين عمومي وخاص وإما نأجل هذه الإصلاحات هذه لكن من سوف يتحمل كلفة التأجيل نحن إذا عملنا الإصلاح نعرف شكرا يتحمل كلفة الإصلاح لكن إذا عملنا التأجيل من سوف يتحمل كلفة التأجيل نعتقد هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تبكننا من أن نعالي جميل الفاتين مرتبطة بأجيال وأجيال وبالحق دلهم في هذا التقاعد نفس شيء بالنسبة للقانون الإضراب اللي تأجل الأسبوع الماضي أنا تتكلمت على هذا الموضوع عادة قلت بأنه المفروض أن يخرج في الولاية الأولى بعد المصادقة على الدستور وبعدها فنحن اليوم في الولايات الثالثة والإضراب مني كان نقول أن الإضراب رأى الإضراب هو حق دستوري ولكن يجب أن ننظمه يجب أن ينظم وطبعا لا يمكن أن تنظمه الحكومة بوحدها تحتاج إلى أن تجلس مع النقابات وأن تستمع إلى تصوراتهم حول هذه الموضوع وطبعا البرلمان هو الأخر مدعو للإنخلاط في هذا النقاش خاصة أن هذه القوانين سوف تتم المصادقة عليها في هذا المستوى من يقول هذا الكلام لم يفهم لم يفهم مأساسة الحوار الاجتماعي ويحتاج إلى كثير من الوقت لكيفه ف بغض النظر على الأرقام بغض النظر على ألف درهام وكذا ألف درهام مهمة ولكن يجب أن ننظر إلى عمق الأشياء يجب أن ننظر إلى التحول الذي وقعه في هذا الموضوع هذه الدولة الاجتماعية الإصلاح إلى جنب الشركة الإصلاح مع الفرقة والإمكانيات المالية التي تكلمت عليها الأستاذ مريم هذه الإمكانيات المالية يتم لا يمكن القدرة لكي يتم تدبيرها لكن من هنا ترى الواقع في المجتمع أنه لا يمكن تعمل دولة اجتماعية بـ 25 مليار وتوصل إلى أفق 29 مليار في 2026 وتعطل ورش مهم الذي هو الحوار الاجتماعي هذه السرعات يجب أن تنطلق بشكل متوازن هذا هو الذي يضمن التوازن للمجتمع طبقة المتوسطة ليس فقط هي طبقة في المجتمع طبقة حاملة لقيام وهذه الطبقات المعويزة بالدعم الاجتماعي سوف تتحول هي الأخرى أن تساهم بشكل لا يقل عن مساهمة الطبقة المتوسطة في حمل القيم الوطنية والدينية وهذا مهم جدا لبلادنا أنا موضوع للأغناء تكلمت عليه السبع الماضي كان الرجوع الجواب الحكومة تسخر كل إمكانيات الممكنة عبر إقرار هذه الميكانيزمات وهذه الأليات لكي نعالج وضعيات ولكي نعالج مشكلات كنشوفو بأنه مع تكتيف الاستيراد يمكن أننا نتدخلو يكون تدخل ديننا دج دو المجتمع بخصوص التدخم والمعالجة دي التدخم دبعنا كنتكلم غير في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة واحدة التدخم ولكن يجب أن نفكر وأن نطرح الأسئلة ماذا ما هي الأمور التي تقوم بها الحكومة قبل بعدما نوصل للمستوى هذه المنتجات التي تدخم وشفية تدخم لما فيها فالقطاعات المعنية خاصة في ظل هذا السياق الذي تنعرفه دي القلة التساقطات المطارية يتم العمل على تكتيف وتوسيع المجالات المسقية التي تهم إنتاج هذه المواد الأساسية التي تدخل في الاستهلاك دي المواطني 10 مليار السنة الماضية و10 مليار هذه السنة و20 مليار الدرهم الهدف منها هو أن ندخله مرة أخرى في المدخلات لكي تنخفضها في الأول بعدها تدخله لكي يكون إنتاج ثم تدخله لكي نهبطون من التكاليف التدخم ثم نتدخل في مستوى ثالث على مستوى تسواق أني ندير هذا الدعم المخصص للشاحينات وكذا والذي بالغاية القيمة كلها من لشين دوستيبيسيون حتى لشين دوكوميسياليزاسيون كلها كتلقها بأنه فيها تدخل حكومي من أجل مواكبة هذه الحكومة تراقب وكتشوف وكلما يحتاج لأمر تدخلات أخرى سوف تقوم بها لكي نحفظ على هذا المستوى الذي نحن فيه تقاعد ما قامت به الحكومة في الموضوع التقاعد خاصة في شق المرتبط لأنه الآن التقاعد نميزه بنجوج المستوى نميزه بالمستوى للتقاعد لإصلاح نحن نشتغل على التصور ونميزه بالمستوى الآخر لكي قامت الحكومة تدخلت لقامت الحكومة معالجة جملة من الإشكالات على مستوى لا سنة أساس والذي منذ إقرار هذا الورج الحماية الاجتماعية رتم القيام بإصلاحات عميقة جدا ونعطي مثال تخفيض من نسبة المساهمة من 3242 تقريبا يوم إلى 1300 واللي تمت المصادقة عليها في الأسبوع الماضي عبر قانون ستتم المصادقة عليها إن شاء الله في البرلمان هذه راه من النقاط التي طالما طلبت بها النقابة الآن 1340 يوم منحقه أنه يستفد من المعاش وقال منه منحقه أنه يأخذ الكوتيزيون هذا ما كان زيادات التي تحملت للمتقاعدين منخريطين في السنس تتراوح ما بين كل الموضوع للتقاعد أنا أعطيت غير جزء مرتبط بلا سينس الموضوع ذي التقاعد الحكومة تباشره من هذا المنطق ذي طبعا تدبير واحد للعلاقات مع الفرق لكن في مجال استحضار مختلف العناصر التي مرتبت به شكرا لكم شكراً للمتقاعدين 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 شكراً للمتقاعدين